أصدقاء العزاء طلبة الصف الثالث الثانوي أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أكيميا وحلقة اليوم إن شاء الله عن الخلايا الثانوية والحقيقة الخلايا الثانوية هي من الخلايا الهمة جدا في حياتنا هنبدأ بالخلايا الثانوية المعروفة باسم المركم الرصاصي أو بطارية السيارة الحقيقة هذه البطارية هي بطارية ثانوية تفاعلات كيميائية فيها تفاعلات إنعكاسية وهي من الخلايا الجلفانية التي يمكن إعادة شحنها ودي من الحاجات الهمة جدا اللي احنا بنأكد عليها في دراستنا للمركم الرصاصي أو بطارية السيارة بنطلق عليها أيضا البطارية الحامضية نظرا لأن المادة الإلكتروليتية الموجودة داخلها هي حمض الكابريتيك المخافف أصدقائي تعالوا نشوف مع بعض كيف تتم هذه العملية داخل هذا النوع من الخلايا لأن احنا بنقول هي خلايا التفاعلات فيها إنعكاسية إذن لا بد أن يحدث تفاعل خاص بعملية الشحن وتفاعل خاص بعملية التفريغ إذن يمكن أن تخزن الطاقة داخلها وهي الطاقة الكهربية في صورة طاقة كيميائية إلى وقت الحاجة إليها ودي ميزة هذه البطارية أننا يمكن أن نختزن بداخلها الطاقة الكهربية في صورة طاقة كيميائية وبعد ذلك يحدث العكس إذن هي بطارية إنعكاسية هنبدأ مع بعض نشوف كيف يمكن أن نركب هذه الخلايا السنوية ونشوف الأنود والكاسود والتفاعل كل الحادث عند كل منهم تعالوا نشوف مع بعض هذا النوع من الخلايا ما ننساش إنها هي خلايا سنوية المركم الرصاصي كبطارية حامضية طيب نشوف التركيب أهم حاجة عندي هنا في التركيب هي وعاء خارجي من مادة اسمها الأبونايت أو من بوليمرات تصنيعية لها قدرة على تحمل الأحماض ولا تتأثر بالأحماض وبالتالي قدرتها العالية في التحمل هامة جدا في تركيب هذا النوع من الخلايا بداخل هذا الوعاء مجموعتان من الألواح الأحياء الألواح هنا هي ألواح وصاص وبتبقى على شكل شبكة بتبقى شبكة مصقوبة أي بها فتحات كثيرة بيطلق عليها اسم ألواح شبكية بتملأ هذه الألواح بالتبادل إحداها بوصاص الإسفنجي وتمثل أو وتمثل القطب من أقطاب الخلية هو الأنود ونحب برضو نأكد على أن الأنود هو القطب اللي بيحدث عنده دائما عملية الأكساد في أي نوع من الخلايا الأنود تتم عنده عملية الأكساد إحنا في الخلايا الجلفانية كان السالب في الخلايا التحليلية هيبقى الموجب طيب بتملأ الألواح الأخرى اللي هي القطب الآخر اللي هو الكاسود بعجينة من ثاني أكسيدو وصاص ودي بتمثل الكاسود أي القطب اللي تحدث عنده عملية الاختزال كخلايا جلفانية مش عايزين ننسى يبقى دائما الكاسود عنده الاختزال بيحدث عنده الاختزال هنا حيبقى القطب الموجب لأنه خلايا جلفانية تمام طيب والأنود يبقى قطب سالب يبقى الكلام ده إمتى لما تستخدم هذه الخلية كخلية جلفانية عندما تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية عملية التفريغ نفسها كويس جدا طيب هنا أصبح عندي قطبين فلابد من وجود مادة بتفصل بين هذه الألواح بعضها عن البعض الآخر ودي بتبقى بصفائح عازلة وتغمر كلها في محلول حمض الكابريتيك المخفف وهو هنا مادة إلكتروليتية لذلك أطلق على هذه الخلية خلية الرصاص الحامضي الحقيقة هنا رسمة بسيطة خالص لهذه الخلية بتوضح اللي احنا قلناها أنود كاسود عندي الأنود لوح رصاص شبكي يحتوي على رصاص اسفنجي والقطب الكاسود لوح رصاص مسقوب يحتوي على عجينة ثاني أكسيد الرصاص وموجود الوعاء وموجودة المادة الإلكتروليتية طيب إحنا مش حنخد ناخد بالنا قوي من الرسم ده ونركز فيه لأنه فيه أفلام أجمل وفيه صور أحلى تعالوا نشوف بقى وحدة من المركم الرصاصي وناخد التفاعلات اللي بتحدث داخل المركم الرصاصي ما ننساش أنا عندي أنود وعندي كاسود هنبدأ هنا أول حاجة عملية بيطلق عليها عملية تفريغ الشحن لأن إحنا عندنا طاقة مخزونة جوال إيه هذا المركم الثانوي هنبدأ نفرغها نحولها من كيميا طاقة كيميائية إلى طاقة كرابية وده ما أهم ما يميز هذا النوع من الخلايا تعالوا نشوف بقى التفاعلات الحاتم هنا مهم جدا أن إحنا نأكد على أن حمض الكابرتيك إلكتروليد قوي تام التقايم أصدقائي قدامنا المركم الرصاصي وقدامنا شكل لهذه البطارية المكونة من خلايا فولتية متصلة ببعضها البعض وده بتستخدم زي ما احنا اتفقنا في السيارات لأنها بتولد فرقا في الجهد بيصل إلى 12 فولت فهي بطارية بمعنى أنها عدة خلايا عددها 6 كل خلية بتعطي 2 فولت يبقى المجموع 2 في 6 بـ 12 فولت دي القدرة القوة الدفعة بتاعت هذا النوع من الخلايا المركم الرصاصي الحقيقة هذه البطارية من البطاريات الهامة جدا في تحريك السيارات على الطرق لأنها بتمد المطور الخاص بالسيارة بالقوة اللازمة لتحريك لتحريك هذا النوع من السيارات وقدمنا هنا الألواح داخل الخلايا أو المركم الرصاص زي ما احنا شايفين موضوعة بيئة توازي وبينها مواد عازلة كألواح من الرصاص الإسفنجي إذا كان الأنود أو ألواح من الوصاص مغطاة بطبقة من عجينة من ثاني أكسيد الوصاص إذا كانت الكاسود وتغمى في المحلول الإلكتوليدي مهم جدا أن يكون الألواح زي ما احنا شايفين بالتوازي لأن احنا في الفيزياء خدنا أن وجود الخلايا والألواح بهذا الشكل بنقلل من المقاومة الداخلية للجهاز اللي عندنا وهنا بتعمل البطارية هنا في السيارة كمصدر للطيار الكهرابي وده مهم جدا لإدارة محرك السيارة زي ما احنا شايفين قادي هنا الألواح موجودة قادي لوح كامل شايفين شبكي واخد بالك شبكي أيوة والألواح دي موضوعة بطريقة زي ما قلنا متوازية وعشان كده بنقول إن مهم جدا إنها تبقى ألواح من رصاص ومعزولة عن بعضها البعض وهنا لكل مجموعة من الألواح بتبقى متصلة مع بعض زي ما احنا شايفين إحداها يبقى نود والأخوة تصبح كسود قد بموجب قد بسالب قد بتحدث عنده عملية الأكسادة وقد بتحدث عنده عملية الاختزال وموضوع هذه الألواح في حمض الكابيتيك المخفف كمادة إلكتروليتية ولذلك عند توصيل هذا النوع من الخلايا تبدأ التفاعلات اللي احنا شايفينها قدامنا بتحدث هنا تفاعلات أكسادة واختزال أكسادة عند الأنود واختزال عند الكاسود ولذلك بنقول أن مهم جدا أن احنا يبقى فيه تفاعل عند الأنود وتفاعل عند الكاسود ثم بناخد التفاعل الكل الحادث عند العملية الأولى هي عملية التفرير وأثناء هذه العملية بيتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية وهذه الخلايا بتوصل أثناء حركة السيارة بمولد داخل السيارة وظيفة هذا المولد أنه بيعطي هذه الخلايا قوة دفعة كهربية بصفة مستمرة أكبر من جهدها أعلى قليلا من جهدها ليه عشان تتم العملية الأخرى اللي احنا بنطلق عليها اسم عملية الشح إذن أصبح لدينا هنا عمليتين عملية شح وعملية تفريغ بصفة مستمرة أثناء حركة السيارة أصدقائي هنا هللاحظ حمض الكابريتيك المخفف كمادة إلكتروليتية هنا هي المادة اللي بتتأين عندنا أهو آيوناتها مهمة جدا لأن هي المادة الموصلة ودي من الحاجات الهمة اللي احنا أكدنا عليها قبل كده طيب تعالوا نشوف بقى بعد كده عند غلق الدائرة الخارجية لإدارة مفتاح السيارة ماذا يحدث لهذا النوع من الخلايا بتتم مجموعة من التفاعلات تعالوا نبدأ أولا في النوع الأول منها عند الأنود اللي هو القطب السالب اللي هو رصاص الإسفنجي ماذا يحدث بتحدث دائما عند الأنود عملية أكسادة حيث بتتأكسد زرات الرصاص إلى كاتيونات رصاص اللي هي موجب 2 زائبة وتنطلق الإلكترونات عملية الأكسادة هي فقد للإلكترونات كويس جدا هذه رصاص هيتحول في عملية الأكسادة إلى أيوم موجب ودي الاتنين إلكترون بتوع مهمة جدا التفاعلات عند الأنود والكسود في كل من عمليتين التفريغ والشح فإحنا دلوقتي في عملية التفريغ تمام ودي أول حاجة ثم بعد ذلك تتم العملية الأخرى اللي هي بتتحد كاتيونات الرصاص العيونات المجابة يعني مع أنيونات الكابريتات الناتجة من تفكك المحلول الإلكتروليتي هو حمض الكابريتيك وبيتكون كابريتات رصاص بتترصب على لوح الرصاص أدي هنا بيحصل عملية اختزال وبالتالي بيديني كابريتات الرصاص أهو هنا ده بالنسبة للجزء الأولاني من التفاعل ناخد بالنا أن كل ده هنا بيتم عملية الأجسادة الأولانية طيب وبجمع المعادلتين الأولى والتانية بينتج التفاعل النهائي الحادث عند الأنود أثناء عملية الأجسادة فقط إيه هو بقى أدي رصاص مع آيونات الكابريتات فبيتديني كابريتات أو رصاص وبيبقى عندي فيه اثنين إلكترون جاهزين للكاسود حيث يتم عنده عملية الإيه الاختزال بعد ذلك تمام أدي أول عملية بتتم عند الأنود في التفاعل الكل عند الأنود طيب كويس جدا يلا تعالوا نقول هنا بقى جهد التأكسد القياسي لهذا التفاعل الدي بيساوي 36 من 100 فولت طيب تعالوا نوح بقى عند الكاسود اللي القطب اللي بتتم فيه عملية الاختزال هو القطب الموجب ثاني أكسيد الرصاص حيتم اختزال كاتيونات الرصاص الموجودة في ثاني أكسيد الرصاص أهو PPO2 وعددها تأكسده بيبقى الرصاص هنا موجب أربع كويس جدا يلا هيحصل ايه كاتيونات الرصاص هنا عدد تأكسده بيبقى موجب اتنين هيحصل اكتساب للإلكترونين في وجود كاتيونات الهيدوجين ويتكون الماء يبقى ناخد بنا أثناء العملية هنا الاختزال في ماء بتتكون كويس جدا يبقى دي المجموعة المعادلات هنا عند الكاسود ثاني أكسيد الرصاص أربع هيدوجين اثنين إلكترون بيتم عملية ايه اختزال اكتساب إلكترونات فبيديني هنا ماء وأيونات الرصاص طيب كويس جدا تعالوا ننتقل بعد كده إلى أن بتتحك كاتيونات الرصاص المجابة مع أنيونات الكابتات وبيتكون كابتات الرصاص تترصب على الألواح تاني زي ما حصل في المعادلة الأولى يبقى عندي هنا بيطلع دائما في تحول في الأكسادة والاختزال إلى دايما إلى كابتات وصاص وطلع عندي هنا من شوية المية كويس جدا يلا وبجمع المعادلات هنا اللي بتعبع عن التفاعل الحادث عند الكاسود نجد التفاعل الكل الآتي لقدامنا آدي ثاني أكسيدو وصاص والهايدوجين موجود آدي الاثنين إلكترون مع الكابتات فبيديني هنا كابتات الرصاص مع المية يبقى كده أنا عندي تفاعلين جمعناهم تفاعل الأكسادة عند الأنود وتفاعل الاختزال عند الكاسود اللي هو بيديني التفاعل الكلي طيب جهد الاختزال القياسي هنا للتفاعل ده واحد تسعة وستين من مية فولت كويس جدا يبقى إذن وبجمع معادلتي أهي يخد بالك الأكسادة والاختزال بنحصل على معادلة التفاعل الكل الحادث في الخلية بس هنا في نقطة مهمة الكلام ده إمتى أثناء عملية التفريغ لأن الخلية هنا بتصبح خلية جلفانية بنحاول الطاقة الكيميائية إلى كهوبي كويس جدا قادي قدام طيب أيوة إحنا هنا بنكتب المعادلات هي بنشيل الاثنين إلكترون في النواة تجمع الاثنين إلكترون مع الاختزال وبنجمع اللي هي في المواد المتفاعلة والنتجة وبنجمع التفاعل لكل الحادث عند الخلية هذه الكاسود وهذه الأنود وإذا الوسط الإلكتروليط يهو خد بالك ده مجموع ما حدث أثناء عملية التفريغ عند الأنود والكاسود وكتفاعل كل يهو بيديني كابتات الرصاص مع الميا مهم جدا التفاعل ده لأن ده التفاعل كل الحادث عند عملية تفريغ الكهرباء أو الطاقة الكيميائية المختزنة في المركم الرصاص إلى طاقة كهربية ونحصل منها على الكهرباء المعدلة الأخيرة هنا هي معادلة التفاعل الكل الحادث في الخلية عند مهم جدا تفريغ الشحنة في الخلية المركم الرصاص تمام وده الجزء الأولاني من دراستنا لهذا النوع من الخلايا نتيجة بيتحدث هذه العملية لتفاعل التلقائي اللي احنا رأنا عليه لأن هنا الخلية خلية جالفانية بتتغطى كل من ألواح الرصاص وعندي وساني أكسيد الرصاص بتبقى من كابتات الرصاص نتيجة التفاعل الكلي في أثناء عملية التفريغ طيب بيقل هنا نتيجة بقى للاقطاب بيبقى عليها كابتات الرصاص بيقل تركيز حمض الكابتيك لنطالع كمية هنا في التفاعل الكلي ميا مما يؤدي إلى نقص كمية الطيار الكهرابي الناتج من البطارية وده مع طول مدة الاستعمال التشغيل فبيبدأ قدرة الخلية على ناة الديني الكهربة بتبدأ تضعف ولذلك يجب إعادة شحن المركم الرصاص مهم جدا أننا أثناء إعادة الشحن يبقى في مصدر للطيار الكهرابي اللي هو حيمد الخلية لأن في الحالة دي هتبقى عملية أخرى غير عملية التفريغ هي عملية الشحن القوة الدفعة الكهربية هنا أثناء التفريغ هي مجموع القوة الدفعة الكهربية للتفاعلين عند الأنود والكاسود أكساد واختزال وبيطلع 2 فولت للخلية الواحد فبندرف في العدد الخلايا جوا المركم 6 يبقى بيديني 12 فولت القوة الدفعة الكهربية للبطارية بقى كاملا المكونة من 6 خلايا جالفاني أبنائي أرجو أننا نكون استفدنا من دراستنا في حياتنا من هذه الخلايا ونعيدكم دايما إن شاء الله بحلقات أخرى في الكيمياء وأسل البرنامج تتمنى لكم النجاح والتفاوق ترجمة نانسي قنقر